لكن سريعا ندخل بقى في تريند الاهلي واللي اتكتب على الاهلي في السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيرة عشان دايما بنحاول نوصل لجمهورنا الاحداث بشكل سليم اول حاجة معايا من سوبر كورا على الصفحة الرسمية على الفيسبوك وعنوان رئيسي الاهلي يشهد حال الطوارئ حتى الخميس قبل الاعلان عن مصير فيلر طيب محتاجة اوضح حاجة مهمة جدا في هذه الجزئية لان انا في النهاية لما بنشتغل بنقدم المعلومة والرسالة الحائية لجمهورنادي الاهلي ما يكتب وما يقال في وسائل الاعلام بنسبة 99% غير صحيح ليس فقط في الترشيحات او الاسماء اللي ممكن بيتم تدولها القرار الرسمي او الاطار الرسمي لهذا الموضوع هيكون يوم الخميس الساعة العاشرة صباحا بإذن الله اكتماع مجلس دار عشان يشرح للناس المرحلة الجاية الشغل هيبقى فيها ازاي في كلام وفي تفاصيل وفي كواليس مش فوقتها لكن الجمهور للأسف في رسالة اعلامية بتتصدر له بشكل غير صحيح وفي معلومات خافية عن الجميع بتتصدر بشكل غير صحيح والبعض ممكن بيجتهد فبيحاول يقولها بشكل موضوعي لكن البعض مش بيجتهد البعض بيحاول يصدر رسالة غير صحيحة لأهداف معينة هذا الملف تحديدا النادي الاهلي بيشتغل فيه بشكل احترافي نظرا للظرف الرهن اللي احنا فيه مش باتكلم تحديدا عن باقي الملفات لأ كل الملفات الحمد لله مشة في شكل كويس لكن الملف ده بالذات في الفترة الحالية وانت مقبل على مباراة كأس مصر والبطولة الافريقية النادي الاهلي بيشتغلوا بمعياري الصنطي يعني بالكلمة فيه تفاصيل كتير قوي ممكن بعد يوم الخمس نبن نشرحها للناس لكن هذا الملف المجلس الإدارة ولجنة الكورة أو لجنة التخطيط والكابتن محمود الخطيب بيعي جيدا أهمية هذا الملف بالنسبة لمرحلة الجاية عشان تمقبل على مباراة افريقية الصالح العام اللي هيتم لصالح الفريق هو اللي يتخذ بالقرار الجماعي يوم الخمس الجاية لأن النادي الاهلي دائما بيتعامل باحترافية مع أي مدرب ومع أي جهاز ومع أي لاعب بالنسبة للمرحلة الجاية وما تصدقوش أي قياس بيتشرح ليكوا في الفترة الحالية عبر بعض وسائل إعلام لأن أنا مبارح بالصدفة شوفت فيديو عبر السوشيال ميديا مثلا للكابتن أحمد حسام ميدو وللكابتن حسن عبد الرب وكان فيه حد تالت بس أنا مش متذكر يعني الاسم أو مش عارف بالزبط مين كان موجود معهم لأن أنا يعني بكلم على لعبت القرى اللي عارفيني التفاصيل الفنية والتفاصيل القروية وللأسف رسائلهم ممكن تبقى إيجابي وممكن تبقى سلبي لكن كلامهم مبارح كان عايز يوصل رسالة لجمهور النادي الاهلي أن فيه أزمة أن فيه مشكلة لا فيه أزمة ولا فيه مشكلة والنادي الاهلي جاهز للمرحلة الجاية بنسبة 100% خدوا بالكو كمان المعيار اللي بيتشرح للناس مش معيار متكافئ مع أطراف أخرى يعني لما فسخ كارتيروني المدير الفني نادي الزمالك عقده مع نادي الزمالك الناس اتكلمت على فكرة أن إزاي ده كده ما ينفعش المفوض أنت مدرب محترف خدوا بالكو المعيار ده اختلف مبارح لما اتكلموا عن المرحلة الجاية بالنسبة للنادي الاهلي فرسلت للجمهور من هنا للخميس هتسمعوا كلام كتير قوي وفيه البعض بيحول رصد الرسائل غير إيجابية بعد الخميس هتشوفوا المصلحة العامة للنادي الاهلي هتروح لي فين إحنا مقبلين على طولة إفريقية الكل بيشتغل على أن بإذن الله بإذن الله التوفيق يحلفنا ونعمل مباراة كبيرة الفترة الجاية بإذن الله